زياد حمدي زياد من الناس اللي تخليك تقف على طراطيف صوابعك وتضرب سلام تعظيم سلام زياد من الناس اللي يخلوك كل مشاكلك اللي انت بتقعد تشتكي منها وانت مدايف زهان الحياة سودة عارف ايه تخليها تبان كما مش قادر اقولك تتضاقل الى درجة انك لا تراها بالميكروسكوب حقا زياد نموذج انا اعجز عن اني اوصفه زياد ايه جمالك ده ده يخليك حبيبي زياد انت قصتك تحب انت تقولها لي بسرعة تمام يلا اقولي انا زياد حمدي اهلا اتولدت بمميزات خاصة منذ الولادة يعني قررت في سن عشر سنين اخش مجال الرياضة بالتحديد العابي كوة جاري واخترت اصعب افنت ربعمائة متر موقفتش عند الرياضة بس قررت ان انا اكون اول واحد يخش علم علوم مش بس علم علوم كمل في سيدالة رقم مجموعة التحديات خلصت سيدالة ايوه بس دخلت بمجموعة كام يا باشا مية واحد في مية عايز تفوت علي دي ازاي يعني مية واحد في مية كملنا التحدي ان احنا نكمل سيدالة مش بس سيدالة كنا بنشترك في انشطة طلابية وتميت مجتمع عشان ننمي وهاراتنا كمان مش بس المجال العلمي خلصت الحمد لله اشتغلت في شركة كبيرة جدا دلوقتي ليه بتقول بصيغة الجامعة قررنا وكده يعني لان انا شايف ان الريحلة ما كانتش فردية الريحلة كان فيه اب وام داعمين من بداية فهو زي بروجيكت كامل وانا بعتبر ان احنا تيم شغالين على بروجيكت يا حبيبي ما شاء الله الله يحميهم ويحفظهم ليك ويحميك ويحفظك ليهم تعالى ناخد الرياضة دلوقتي انت اصعب اللحظات مثلا في الربعمية متر بداية اخد انك تاخد قرار انك تعمل الربعمية متر تخش السبق دا ايه اصعب اللحظات فيه السبق دا سبق مميز بيسموه كاهرة الرجال بس احنا كاهرناها اصعب حاجة انك تقدر توازن بين تقتك وتقسمها على المسافة كلها وفي نفس الوقت تحافظ على سرعتك فكان اصعب القرار هل انا هقدر احافظ على توازني في المسافة الطويلة دي ولا لا بس دايما كنت حابب ان انا اخد الرياضة عشان ابين رسالة للمجتمع انه مفيش حاجة صعبة مشكلتك كانت حفاظك على التوازن لان هي دي المشكلة الصحية صح بالزبط اه اوكي طيب بعد اللبعمية متر دلوقتي انا عايز اعرف انت عدد الميداليات الرائع ده الحاجة يعني لوحة شرف عظيمة يعني بسرعة ايه هم وهم وهم في تتقسم تلات اقسام اه محافظات اه 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 جمهورية اه ودولية طيب الدولية عندنا كم واحدة عندنا تلاتة دولية اه لان البطولات الدولية بتكون فيه فرق ما بتتعملش كل سنة طبعا اه عندنا الجمهورية تقريبا بنتكلم في خمستاشر مدالية ده والمحافظات لا الباقي كله محافظات خمستاشر خمستاشر جمهورية وتلاتة دولية تمنتاشر الباقي بقى كله محافظات بزر كله ايه كله جري ولا كله ايه لا كله جري كله جري بس فيه ايفنتات مختلفة يعني انا كنت بلعب ربعمائة متر اه وتمنمائة متر اه الزملاء نوعهم ايه شكلهم ايه اه نفس الكيس نفس الكيس اه يعني هي المسابقات دي معمولة لنفس الحالة اللي انت بتعاني منها او اللي انت متميز بيها بزر وبالتالي انت بتكسب ناس في نفس مستواك ومواجهة نفس الصعاب بزر موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيدالة سيدالة بتجمع ما بين حاجتين اه الشك العلمي او بيولوجيا يعني الاحياء وعلم الانسان وجسم الانسان والبيزنس فانا بحيب الاتنين جسم الانسان والبيزنس وحتى لما خلصت انا حدين بحضر مستر في ادارة الاعمال يا سلام ايه ده يا زياد انت جامد قوي يا عم انت ما اشتغلت في شركة كبيرة كنت في اطار الصيدلة في اطار المعمل في اطار العلوم ولا في اطار البزنس ولا في اطار ايه انا الاول دخلت على الاطار الطبي كنت من الميديكال تيم بتاع الشركة وبعدين قالوا لا انت قدراتك اكبر من ان انت تفضل في المجال الطبي بس اه فخط اسكوب اعلى ايه فدلوقتي تقريبا في مجال الادارة اه ككل اوكي بمسك بروجيكت كبيرة انا اللي مسؤول عنها انا اللي بعمل لها تحليل للجاب فين وبوصل للأوبجيكتب المطلوب بس هل ده اهلك لانك برضو تبقى في وضع ادارة اللاعبين بقى بزر احكيلي دي بقى اللي حصل ان انا كنت عايز استفاد بخبرتي في الشغل ايه الادارية ايه في ان انا اكمل كارير الرياضة اللاعب لما بيكبر يا اما بيبقى مدرب يا اما بيبقى اداري اي فانا حبيت استفيد من شرك الاداري اللي استفادته في شغلي وطبقه في مجال الاداريات بتاعت اللاعبين وصل لحاجة انت مهمة عامل حاجة قولي بالزبط ايه بقى انا مندير اداري لفريق العاب القوة النورمان في النادي فتاعي ما شاء الله تبارك الله